أهلا بحضراتكم من جديد خضية سقف الدين الأمريكي أعتقد أنه حديث الساعة ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم بتتعرض لخطر التخلف عن سداد الديون الحكومية نتكلم عن الإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في مسألة تقليل حجم الديون المستحقة الخضعة للسقف المحدد وهو دلوقتي يوصل لـ 31.4 تريليون دولار يعني إيه الكلام ده وانعكسته إيه على الوضع الاقتصادي الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي خلينا نفهم مع حضراتكم إيه اللي بيحصل معنا دلوقتي على التليفون دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مسألة خير على حضرتك يا دكتور ويعني لو تقولنا ماذا يعني الوصول لسقف الديون الأمريكي وماذا يحدث بعد ذلك مسألة خير لحضرتك طبعا ولكل مشاهدين أنا أكرام الأزمة دي أزمة عميقة بقالها فترة على الساحة والاقتصاديين يا ما حذروا منها ليست في أمريكا طبعا فقط ولكن في العالم كله ولكن طبعا ظهرت أكثر كلما بان أو انتشف الوضع الاقتصادي العالمي تدعيات الأزمة الاقتصادية بانت وضحة أمام الاقتصاديين من جائحة كورونا يعني تقريبا من 2020 هي طبعا لها تدعيات أكتر من كده ولكن طبعا قلنا نتذكر أزمة اليونان قلنا نتذكر أزمة لبنان الدولة العربية الشقيقة دول كثيرة يا فندم بتتخلف عن سداد ديونها للخارج وده بيعتبر أزمة قصادية كبيرة ولكن النهاردة على الساحة الإعلامية أمريكا وضح أمام العالم إزاي انكشفت في وصولها لسقف الدين سقف الاقتراض بتاعها طبعا ورق الميزانية الخاصة به الرقم التقريبي اللي هي مقترضة الرقم الإجمالي 31.5 تريليون دولار وطبعا علشان يتم الاقتراض من الخارج تاني أو يكون فيه مزيد من طروحة السندات بالنسبة لهم لازم تاخد موافقة الكونجرس وقالت للكونجرس الكونجرس دلوقتي عندهم اللي هو زي ما بيسميه كده مجلس النواب أو مجلس الشعب عندهم مجلس الشعب عندهم طبعا فيه التجديد النصفي أكيد كلنا نعلم إنه هو ابتدى يكون الصفة الغالبة فيه الجمهوريين صحيح الجمهوريين دول بيكونوا معاكسين للسياسة للديمقراطيين اللي هم الحزب الآخر وللأسف رئيس أمريكا من الدمقراطيين فبقى فيه صراع مالي شقاق سياسي على مسألة رفع صقف الديم الدين يعني الكونجرس أو اللي هو مجلس النواب هناك حيوفق لهم إنه هم يزيدوا من حركة الديون ولا لأ علشان كده وزيرة المالية في أمريكا بتصرح أمام العالم وبتصرح أمام الكونجرس وبتقول لهم ادوني إتاحة إن أنا أبتدي أستخدم أدواتي إن إحنا نبتح تاني لصقف الدين أبتل من واحد ونصف تريليون الدولار ده بتبدي إنذار مبدأي طب ده نتيك تو إيه بتنعكس على المجتمع الأمريكي إن ده شفنا أبتل من مرة كاقتصادين لو ما سمحش بفتح الدين هتتخلف عن السندات يعني بمطقة البساطة مش هتدفع ثمن السندات اللي هي اقترضت بيهم ده يا فندم ناتج عن إيه ناتج عن دخول الكثير من الصرف الأمريكي على الحروب حرب في أوكرانيا شايفين حضراتكم اللي هي المنح الكبيرة اللي بتديها أمريكا للمجتمع الأوكراني أو للدولة الأوكرانية في مواجهة الحرب مع روسيا عشان تزداد اشتعالة دي نمرة واحد طب نمرة اثنين ايه كمان؟ رفع أسعار الفايدة من جراء التدخل يعني السياسات الشديدة للفيدرالي الأمريكي هنا سبب آخر بجانب الشق العسكري بالضبط ما هو ستشدد تشدد دي فاندم عبارة عن إنهم كلما رفع سعر الفايدة ده بالنسبة له بيواجه تحدي آخر أمام الاقتصادات العالمية وده ما بي الاقتصاد الأمريكي زي ما بيقول كده إذا مرض مرض العالم كله وليه؟ لأن عملة الدولار بينة واضحة أمام العالم كله النهاردة في التدعيات الاقتصادية الأمر الآخر اللي احنا بنتكلم عنه ده مش دولة واحدة ده منطقة أوروبا كلها أو ما بيسمى بمنطقة اليورو فيها أزمة أيضا النهاردة حضراتكم تعلموا جيدا إن في مظاهرات في فرنسا أسبانيا نفس الحال الأمور دي النهاردة بتزداد تعقيدة ليه؟ لأن منطقة اليورو أو منطقة أوروبا من أكثر الدول تشغيلا في العالم اختلاف ذلك كمان إن في أزمة اقتصادية عالمية ما بيسمى بالرقود الاقتصادي الصين عندها نفس الحكاية طب مين بيحذر ذا كله؟ الأمم المتحدة بتحذر ليه؟ بتحذر لأن بيتشوفوا إن العالم هيزداد فقر أو عدد سداد الديون أو إن العالم هيبتدي أقتلد أكتر فإن ده هيوادح هيكون في مزيد من الفقر أنا عايزة أسأل حضرتك يا دكتور هالمعايير الاقتراض دي بتختلف من دولة لأخرى ومين يحددها؟ فيه آليات أكثرها انتشارا هي ما بيسمى بالتصنيف الاقتماني التصنيف الاقتماني في الدول يا فندم كل دولة ممكن تقترب ما فيه مشكلة طالما فيه حدود التصنيف الاقتماني بأسعار فايدة مقبولة ولكن أمريكا نموذج مغاير لكل الأمور دي أمريكا لأننا نعلم جدا أن أمريكا بتطبع الدولار ده ما بيسويش كمت الورق فبتدي تقدر إتاحة ضخ أموال داخل المجتمع الأمريكي أو داخل الأسواق الأمريكية بالتريليونات نعلم أن الرئيس السابق اللي هو ترامب طبعا زي ما بيسمى كده فيه حدود ستة تريليون دولار ده رقم كبير جدا ده انعكس على العالم بأن التضخم تدقى زاد من المستوى الطبيعي لمستويات مضعفة دي نمرة واحد لما جيها الرئيس بايدن حاول أن هو يحجم هذا التضخم اضطر يبتدي يرفع أسعار الفايدة وجهته الحرب في روسيا وأوكرانيا فابتدى يزيد من حركة تمان دخول صرف الأموال أكثر فافتح لك اللي هو بيسمى بالقرض اللي كانوا واخدينه حوالي 2.5 تريليون دولار علشان كده وزارة المالية النهاردة قالت لهم إن هي تقريباً لـ 2.5 تريليون دول قربوا يخلصوا بعد كده مش تعرف تصرف تاني وتتحدث هي اليوم عن إجراءات استثنائية لإنقاذ صمعة أمريكا حسب ما جاء على لسان وزارة الخزانة اليوم أي إجراءات استثنائية تتحدث عنها؟ بكل تأكيد لازم تلجأ لتخذ نفقة الكونجرس عشان تعيد زيادة اللي هو ما بيسمى بيه الدعم المالي إنه يتيح لها أخذ استثمارات زيادة يعني بمنطها البساطة يكون فيه طبع للأموال أكثر أو إن هي تكون تقترد أكثر من العالم الخارجي لكن في رغم الصعوبات اللي احنا بنشوفها دي هي ده الأسف الأزمة اللي احنا بنتكلم عنها الأزمة دي النهاردة مفيش هيبقى طرح زيادة في الأموال أزمة سياسية داخل أمريكا وزيادة التدعيات فيه رفع أسعار الفايدة وخاصة أن الدولار مقابل العملات الأخرى اللي هو بيسمى مؤشر الدولار ابتدى ينخفض جزئيا فده الارتباك اللي داخل الوضع السياسة داخل أمريكا السياسة المالية السياسة النقدية وده اللي دايما كان الإخفاضين بيحذروا منه كل مدولة بتطبع أموال بتتراقم عليها زيادة في التضخم أو بيكون فيه زيادة في مشاكل عدم استداد وده التصور العالمي وبيقول لحضراتكم إن ده لحق بيها عدد من الدول زي فرنسا أسبانيا بورتغال أيرلندا ده تصورة تندم مش من استنادي بس بس هو النهاردة اللي نحن بنتكلم فيه أكثر شيوعا في الإعلام وفي العالم كله أو تخوف الاقتصادين من العالم هو الوضع اللي في أمريكا اللي أعلنت عنه وزيرة المالية النهاردة أو بالأمس يعني كمان وكان واضح جدا فيه حديث الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة إن الصعوبات كلما هيرفعوا سعر الفيدة يقترضوا بأفعار أعلى فهي تراقم أكثر من الديون على أمريكا وهو ده الحال لإقتصاد العالمي للأسف اللي إحنا في الوقت الراهن إن إحنا دخلنا به عشرين تلاتة وعشرين وملامحه بتيجي من البنك الدولي ومن صندوق إن أزمة الإقتصاد العالمي النهاردة بيتجه نحو الرقود وأمريكا بتخاف من إن زيادة البطالة عندها هناك حديث عن أزمة عقارات أيضا ممثلة لما حدث في 2008 بالضبط كده بس ده أقصر عمقا ليه لأن أزمة العقارات كانت ممكن يتم محصرتها فقط لغير ولكن إحنا النهاردة بنتكلم إن الأزمة الاقتصادية في أمريكا مؤثرة على العالم أقصر ده تعياتها أقصر على العالم كله وأعتقد كمان يا دكتور إحنا نتكلم عن تبعيات مجتمعية أكثر منها سياسية طبعا وده للأسف يمكن مصر تكلمت فيه تذكروا حضراتكم حديث ستايد الرئيس مع مجموعة العشرين إن لازم مجموعة العشرين اللي هم أكبر عشرين دولة تغير من سياستها للإقراض العالمي مثل إن طبعا هتتأثر بها الدول الفقيرة خاصة في إفريقيا وإن يكون فيه مواجهة أولا يحسف بعض من الديون للدول علشان تكون للمجتمعات دي بريكم من الأمل في التشغيل نمرة أثنين إما جدولة الديون دي أو ما بيسمى بإعادة التصور إن يكون لها تصور اقتصادي زي استثماري اللي هو بيسمى بمبادلة الديون أو إن يكون النهاردة فيه فكرة جديدة النهاردة العالم يبتد يتجه بها إن يكون الأقصات الديون دي مؤجلة يعني يبتد الجون دي تؤجل بقى أربع خمس سنين علشان العالم خرج من جائحة كورونا بأزمة قصادية وليس وباء فقط لذلك وده حديث العالم أقصر من سنتين فاندي يمكن كلنا نتذكره أو ثلاث سنوات صحيح يعني قصادات العالم لم تتعافى من أزمة كورونا ودقلنا الأزمة الروسية الأوكرانية بكل التأكيد وطبعا أزمة كورونا دي جابت معاها عدد من الأزمات جابت سلسلة من الأزمات جائحة كورونا ما زالت طبعا العالم كله النهاردة بيتحدث عنها بدرجة أخف يعني حديثا ولكن تأثرتها بثلاثل الإمداد النهاردة حضراتنا كلنا بنشوف الصين لسه ما زالت لم تتخارج أو تتعافى يعني تعافى كامل لتكون اللي هي قادرة على التصدير لمنتجاتها أو أن الدول تستورد خلاف ذلك الصراع القائم ما بين أمريكا وما بين الصين الحرب التجارية ما زالت حتى وقتنا الراهن في التيطرة على العالم علشان كده بنشوف دلوقتي ملامح تشكيل اقتصاد جديد يترى اليوان ممكن يحل مكان الدولار جزئيا هل يترى الروبل ممكن يساعد في حل هذه الأزمة هل يترى العالم النهاردة هيحبم الأزمة الروسية الأوكرانية دي يعني تتوقف جزئيا عشان التدعيات دي أو نعكزتها على العالم هيستمر أكتر من سنتين ثلاثة لسه مش عارفين التحذرات دي كلها لم يضغى ليها أو لم يستمع ليها اللي هم صنع القرار سوى بأس أمريكا أو أوروبا اللي هي الحرب اللي دايرة وانعكستها الاقتصادية أكيد كلنا الأمثين هذا الوضع عظيم نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرأ الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا ملترون حضرتك شكرا جزيلا تشكرا جزيلا على أسعة حضرتك شكرا جزيلا لازمكا شكرا جزيلا على أمريكا